السلام عليكم في نصرة انذارية تساقطات مطرية ورياح قوية يوم غد الثلاثاء أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن رياح قوية مرتقبة ستهم عددا من أقاليم المملكة اتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخامس المقبل وأوضحت المديرية في نصرة انذارية من مستوى يقضى بورتقالي أن رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75.90 كم في الساعة مرتقبة يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء بعملات أقاليم بولمان ميدلت شوكا ايتباهة إنزقانيت ملول تزني الطاطا أقادير قلمين طانطان سيدي إفني السزاق وطرفايا وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من طانجة أصيلة فحص أنجرة تقوان المضيق في نيدق حيث يرتقب تسجيل رياح قوية من 80 إلى 100 كم في الساعة وذلك ابتداء من الساعة الثانية من صباحه بعد غد الأربعاء إلى غاية الساعة الثانية عشر من زوال يوم الخميس وأشارت إلى أنه من المرتقب أيضا أن تهم رياح قوية من 75 إلى 90 كم في الساعة بعد غد الأربعاء كلا من أقاليم عملات شفشا وانجرسيف تازل حاجب مكناس بولمان ملايحوب إفرام خنيفرا ميدل صفرو فاستين غير السزاق سمارا وبشدور ترجمة نانسي قنقر